المزمور السادس لإمام المغنين على ذوات الأوتار على القرار مزمور لداود يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيذك ارحمني يا رب لأني ضعيف شفني يا رب لأن عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا وأنت يا رب فحتى متى عد يا رب نجي نفسي خلصني من أجل رحمتك لأنه ليس في الموت ذكرك في الهاوية من يحمدك تعبت في تنهدي أعوم في كل ليلة سريري بدموعي أذوب فراشي ساخت من الغم عيني شاخت من كل مضايقية بعدوا عني يا جميع فاعلي الإسمي لأن الرب قد سمع صوت بكائي سمع الرب تضرعي الرب يقبل صلاتي جميع أعداء يخزون ويرتاعون جدا يعودون ويخزون بغتة المزمور السابع شجوية لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني يا رب إلهي يا رب إلهي عليك توكلت خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لألا يفترسك أسد نفسي هاشما إياها ولا منقذا يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا إن وجد ظلم في يدي إن كافأت مسالميا شرا وسلبت مضايقيا بلا سبب فليطارد عدو النفس وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي قم يا رب بغضبك ارتفع على سخط مضايقيا وانتبه لي بالحق أو سيطة ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها إلى العلا الرب يدين الشعوب قضي لي يا ربك حقي ومثل كمالي الذي فيا لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق فإن فاحس القلوب والكل الله البار ترسي عند الله مخلصي مستقيمي القلوب الله قاد عادل وإله يسخط في كل يوم إن لم يرجع يحدد سيفه مدى قوسه وهيأها وسدد نحوه آلة الموت يجعل سهامه ملتهبة هو ذا يمخض بالإسم حمل تعبا وولدا كذبا كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي سنعا يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه أحمد الرب حسب بره وأرنم لإسم الرب العلي المزمور بسبب أضادك لتسكيت عدو ومنتقم إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تصلته على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض المزمور التاسع لإمام المغنين على موت الإبن مزمور لداود أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك أفرح وأبتهج بك أرنم لسمك أيها العلي عند رجوع أعداء إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك لأنك أقمت حقي ودعوايا جلست على الكرسي قاضيا عادلا انتهرت الأمم أهلكت الشرير محوت اسمهم إلى الدهر والأبد العدو تم خرابه إلى الأبد وهدمت مدنا باد ذكره نفسه أما الرب فإلى الدهر يجلس سبط للقضاء كرسيه وهو يقضي للمسكونة بالعدل يدين الشعوب بالاستقامة ويكون الرب ملجأا للمنسحق ملجأا في أزمنة الضيق ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب رنموا للرب الساكن في سهيون أخبروا بين الشعوب بأفعاله لأنه مطالب بالدماء ذكرهم لم ينس صراخ المساكين ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغدية يا رافع من أبواب الموت لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة سهيون مبتهجا بخلاصك تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم معروف هو الرب قضاء أمضى الشرير يعلق بعمل يديه الأشرار يرجعون إلى الهاوية كل الأمم الناسين الله لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر قم يا رب لا يعتز الإنسان لتحاكم الأمم قدامك يا رب اجعل عليهم رعبا ليعلم الأمم أنهم بشر المزمور العاشر يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في أزمنة الضيق في كبرياء الشرير يحترق المسكين يأخذون بالمؤامرة التي فكروا بها لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف يهين الرب الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب كل أفكاره أنه لا إله تثبت شبله في كل حين عالية أحكامك فوقه كل أعدائه ينفث فيهم قال في قلبه لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء فمه مملوء لعنة وغش وظلما تحت لسانه مشقة وإسم يجلس في مكمن الديار في المختفيات يقتل البرية عيناه تراقبان المسكين يكمن في المختفى كأسد في عريسه يكمن ليخطف المسكين يخطف المسكين بجذبه في شبكته فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه قال في قلبه إن الله قد نسي حجب وجهه لا يرى إلى الأبد قم يا رب يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين لماذا أهان الشرير الله لماذا قال في قلبه لا تطالب قد رأيت لأنك تبصر المشقة والغمى لتجازي بيدك إليك يسلم المسكين أمره أنت صرت معين اليتيم احتم ذراع الفاجر والشرير تطلب شره ولا تجده الرب ملك إلى الدهر والأبد بادت الأمم من أرضه تأوها الودعاء قد سمعت يا رب تسبت قلوبهم تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض أمثال سليمان الفصل الثاني يا بنيا إن قبلت أقوالي وذخرت وصاياي عندك لتصغي بأذنك إلى الحكمة وتوجها قلبك إلى الفطنة إن دعوت الفهم وأطلقت صوتك إلى الفطنة إن التمستها كالفضة وبحست عنها كالكنوز فحين إذن تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله لأن الرب يعطي حكمة من فمه معرفة وفطنة يذخر مشورة للمستقيمين هو ترس للسالكين بالكمال ليرعى سبل العدل ويحفظ طريق أتقيائه فحين إذن تفهم الحق والعدل والاستقامة كل منهج صالح فإن الحكمة تدخل قلبك والمعرفة تلز نفسك التدبر يحفظك والفطنة تصونك لإنقاذك من طريق الشر ومن الإنسان المتكلم بالعوج من الذين يتركون سبل الاستقامة ليسير في طرق الظلمة ويفرحون بفعل السوء ويبتهجون بأكاذيب الشر الذين سبلهم معوجة وهم في مناهجهم ملتوون لإنقاذك من المرأة الغريبة من الأجنبية عنك التي تتملق بكلامها التي تهجر إلف صباها وتنسى عهد إلهها فإن بيتها يسوخ إلى الموت ومناهجها إلى خيالات جميع الداخلين إليها لا يؤوبون ولا يبلغون سبل الحياة لكي تسلك طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين فإن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها أما الأشرار فينقردون من الأرض والغادرون يستأثلون منها ترجمة نانسي قنقردون من الأرض